السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد بالنسبة للفيديو ديال اليوم هي عبارة ديال الوصفات اللي كيجيو رائعين تحلية كيفما كتشفو كيجيو وعر بزاف وصيغار اللي تهو كيجيو وعر بزاف معمر بالحوت يعني بالحوت كيجي بنين بزاف وعاصر ديال لافوكا بدون سكر بل اللي كان مهتم يبقى معايا حتى الاخر الفيديو فاول حاجة قدي نبدو بها ما بهتي الله تحلية هنا فاحد كاسرنا لنزول ميتين ميلي ديال الكريمة السائلة وغاد نضيف لها كيفما غادي تشوفو معي ميتين ميلي ديال الحليب يعني نفس العبار ديال الحليب والكريمة نظيف لهم واحد سكر ديال فاني كيفما غادي تشوفو هكا لكم MAH Adi ومن واحد جنζف لهاorientي معكل فاول وكتبقى إستفاد سكر ديال فاني كيفما غادي تشوفو هكاي ننسمو هاد القريمة ديالنا انا المهم استطاع جوج معالق و جميع الحلاوه لها هي هاديك من بعد سنضيف لها جوج معالق مع امرينش ديال النشا و غادي نخلطو الكل مزيان كيف ما غادي تشوفو معايا علي البارد يعني نحركو هما هكا و هما باردين و من بعد عاد نديروهم على النار و نخليو كيف ما كلشي كيعرف يخلي الكريمة ديالو حتى تعقد وفاش تكون بطبيعة الحال فوق النار ضروري من التحرك يعني من توقفوش من التحرك هكا باش الكريمة دينا ما تلسقناش في يعني في ذاك الإناء اللي كان نطيبو فيه سافي أنا الصراحة ما وقفش قعم التحرك يعني فاش كن ندير هات تحلية هدي كنعطيها الوقت ديالها من شيش كن مشي ونخليها يعني ضروري من بعد البنات هنا يا جبتها وغادي نديرها في واحد الكؤوس غير هي حول ما أمكان تكبوها وهي سخونة أنا راني بدي تكن تلها شي شوية ومن بعد بدي تكدزل عليه هنا وعد مشي تدرتها في واحد في واحد كويس واحد آخر وعد بدي تكن ديرها في في الكؤوس الصغار مروا ان شاء الله باش قد نديروا هديك الصوس اللي كتكون الفوق ديال العصير ديال البرتوقال بدي تحتاج الإنسان الهواء من الخلق والبناء إلا إذا كنتوا تديروا يعني شي كمية كبيرة أنا كما تشفوا عندي هني خمسات الكويسات صغار اللي جوني ولكن أنا عدا نقول لكم المقادر اللي تقدروا انتستعملوا غادي نعني encima طلبة ديال العنباء ديال العصير الليمون وغادي نديروا فيه وحدة المعلقة ديال النشا وغادي نديرها تطيب يجب على النار يجب على النار 500 مل عصير يضيف العصير تدريجيا يضيف العصير يضيف العصير يضيف العصير يضيف العصير تحضير العصير تحضير السمك في الحضير لا تحضير الفلفل نضيف الفلفلة حمراء هذه الفلفلة حمراء هي تجعل الشرمولة تجيب نينة بالسف و تجي ياسلام هنا تتومة يعني بحث تشرم الى عادية الصراحة ديال الحوت اللي كان استعمل انا في السمك هي اللي استعملت دابا نضيف الفلفلة و نطحنهم مزيان نحصل على خالط اللي يكون مطحون مزيان مزيان و شوفوا لي هاد المنظر هادا الرائع ديال هاد الشرمولة هادي تجي ووعرة انا الصراحة يعجبوني هكا الالوان فاش كتكون الخضر والحمر صراحة كتجي وزويني نزاف كتشهيتك لها غير هكا بوحدها المهم من بعد ما طحنتهم كيف ماشتوا معايا مزيان غادين نديرهم هكا في واحد الاناء و من بعد غادين نضيفوا التوابل اللي غادين استعمل في هاد الشرمولة هادي اللي هي التوابل اللي كنستعملوا في الشرمولة لو كل واحد و شنو كيستعمل المهم اللي كنستعمل انا في الشرمولة ديالي العادية اللي كن نديرها في السمك هنا عندي عاصر الليمون او العاصر الحامض هكا واحد الحامضة البنت شديتها و عصرتها يعني الحامض غير ديروه ما تخافوش الحوت كيعجبوه الحامض بالنسبة للتوابل فانا درت الكامون درت سودانية درت الفلفل تحميرة و درت شوية الخرقوم و درت الملحة و شوية اللي بزعر سوف نخلط الكل مزيان كيف ما غديت شوفوه معايا حتى ديك الشرمولة دياليت هنا ما غديش نضيف نهائيا زيتها البنت لذيك اللي بزيك سوف نستعمر سوف نشحره في الزيت و الزبدة هنا ضفت الصوجة لتي تزيد بالنال الحشوة ضروري انها كانت متوفرة ضيفوها و سوف نمرو باش نطيبو السمك السمك على حسب اللي متوفر كيف ما اشتو هنا يا في واحد المقلاء درت واحد شوية ديال زيت نباتية و درت واحد شوية ديال السبدة و هنا جبت السمك اللي عندي جبت هكال فيلي ديال السمك و كيف ما كتوفوه كندير هديك الشرمولة عليه و كنخليه حتى يطيب بالنسبة للسمك اللي استعملت أنا فا استعملت السمك اللي مجمد فهد السمك هده كيتلق المبز فالبنت و خاصة صراحة كنت قوية يعني النار ديرها يعني قوية كيف ما اشتو معايا بعد ما تشحر هنا اضف تعود واحد شوية ديال الزبدة و هنا لبنت هدل هدل السمك هده كيتباع هكا مخلط صراحة كي واعر كيجي هكا في البسطيلة ولا في اي حاجة ديال الحوت كيجي واعرين كين الكلامار كين القيمرون و بزاف ديال باقي يعني هكا ديال فواكه البحر كيجي واعرين بزاف ثم بعد ما تشحر نديرهم دائما نديرهم فواحد صفايا هكا بشي ستولي هده الماء اللي مازال غدي نضيفوا لها الشعرية الصينية كيف ما اشتو معايا الشعرية الصينية بعد ما قدرتها في الماء وقطعتها وقطعتها اضفت لها الفطر المعلب اللي تحنته ووزيته الاخضار اللي بلاعظم تحنتهم وضفتهم لها الشعرية هادي وضفت الباقي ديال الشرمولة اللي بقات لي وغدي نخليها في هده كلمة ديال السمك اللي طاب نخليها حتى تشرب هده كلمة وتشرب هده كلمة بالنسبة لها واحد شوية ديال الخرقوم لانك يعجبني هده هده الحوشوة هدي تكون شوية صفرا المهم كل واحد ودوق دياله وضفت بطبيعة الحال واحد شوية ديال الصوجة مهم انا قدرت تغير عيني ميزاني وما شاء الله جدك شي كله هده واخا كنت سايما يعني ما شاء الله جدت في الملوحة هو هده المهم هناش ديت هده شي كامل من بعد ما يعني استقطر مزيان وضفتول هديك الشعرية الصينية وخلط الكل مزيان كيف ما هو واضح في الصورة ومن بعد غادي نمرو باش غادي نعمرو الصيجار ديالنا انا استعملت هده اول مرة صراحة كنا استعمل هده الورقة هدي اللي صراحة كتجي واعره بزاف بالخصوص في القليل لانه جربتها وهي مقلية وجربتها وهي في الفران وعجباتني وهي مقلية اكتر وكتجيب بنينا بزاف المهم كيف ماشت ومعايا كندير الحشوة وكنلويها طريقة راها جد واضحة وكنلويها على بعضياتها ومن بعد كنشدها بالموت هده العملية هدي جد مهم مورها ما كتتحلش هير كتديرو لها هكا نهائيا ما غاديش تحللكم يمكنو على يقين ومن بعد كنستمر هكا نكمل هديك الكمية اللي عندي ومن بعد غادي نمروا باش غادي نقليوها ويكون السيجار ديالنا واجد للتقديم وهنا في واحد المقلال اللي درت واحد الكمية ديال السيت فاش غادي تقعولي السيجار غادي ندير السيجار ومن بعد غادي نقاك نقلبهم حتى يتحمروا ونحصل على هادك اللون اللي أنا باغيه صراحة شوفوا اللون كيفاش كيجيو رائعين جدا من بعد كتديروهما كيستقطروا من ذاك الزيت واحد شوية رس صراحة فاش كتشوفوا من ذا ما بحالة إلا فيهم الزيت ولكن من بعد راه الله إلا ما كيبقاش قاع فيهم ذاك الزيت يعني كيجيو رائعين جدا سافي هنا غادي نمروا في التالي قاع غادي نديرو عاصر ديال اللافوكا كيفما قلت لكم العاصر المعروف غير هو ما غاديش ندير السكار كيفما اشتهم معايا درت هنا نسيطر ديال الحليب درت واحد لافوكا ودرت التمر اللي ما بغتش التمر ممكن تدير واحد البانانة حتى هي كتجي كتحلي يعني العاصر ديالنا كيتحلى كيجيو واعر بزفع عوت ما نديرو السكار نديرو شي حاجة اللي صحية بالنسبة للتحلية ديالنا فكتجي على هاتي شكل هدا كتجي واعرة خطيرة جدا هات تحلية هدي ولا اروع غير جربوها ما غاديش تندمو كتجي رائعة جدا وصيجار ديالنا كيفما غادي تشوفوه معاياته هو كيجي محمر شهوه منه كتقدموه بصحة والراحة كيتقدموه وصخون كيجي يا سلام مع واحد شوية ديال الحامض ايواء ما نقول لكم ما شهيتكم ده او انا صاي ما كنت تفكروا والله إلا إلا كتجيني صعيبة يواء الله يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله سفي الوصفات اللي قدمت لكم كيجيوا على هات الشكل هدا كيجيوا كاملين واعرين العاصر ديالنا كيجي خاتر ما شاء الله يعني ذاك الشي اللي كيحب الخاطر السيجار كيجيوا مقرمشين هنا الصراحة كنت على أساس انني حليت لكم السيجار تشقبل المغرب واحد شوية وعلى أساس انني وريت لكم تحليه في الأول وكل شي ولكن ممكنتش الكاميرا كتصور يعني كترجع الكاميرا على التصور يعني على الفوتو سفي كتبقى درت أنا ضغط ولكن الغالب الله ما تصورت شي حاجة كنت كان هذا البوح دي وكل شي ففيك ان هذا هو الفيديو ديال اليوم مبقى لنقولكم غير بسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة